في شان المغاير استفاد مطار ولاية تبسى من عملية تهيئة وإعادة تأهيل وهي على وشك الانتهاء ووضع اللمسات الأخيرة لها من طرف المقاولات التي أسندت إليها المهمة حيث تم توسيع المدرج على مسافة تقدر بـ 3200 متر ما يسمح برحلات جوية إضافية كفرنسا والمملكة العربية السعودية هذا وستسمح العملية التي استفاد منها المطار بزيادة عدد المسافرين إلى 400 ألف في السنة وكذا استقبال رحلات لطائرات كبيرة مثل البوينغ أكثر تفاصيل في ميكروفون سليم دريد المدرج الرئيسي للمطار والعملية تقريبا على وشك الانتهاء وننتظر إن شاء الله ربما في الأيام القادمة إجراء الرحلة التجربية لانطلاق هذا المطار المدرج الرئيسي على مسافة 3200 متر سيمثل قفزة نوعية لولاية تبسة وبالمنطقة الشرقية كل حيث كل المواطنين تطلعون إلى إجراء رحلات نحو الخارج وطبعا المدرج الرئيسي منجز وفق الاحتياجات الأساسية ويستقبال طائرات من نوع بوينغ 636 ويسان بحيث يقدر يستوعب حوالي 400 ألف سائح أو مسافر في السنة اشتركوا في القناة